اشتركوا في القناة 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 وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهو هذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الإشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الجدي طبعا أول إشي من نحكي عن الشمس الشمس اللي موجوده في البيت التاسع واللي هي بتعزز أشياء اللي ها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي اهتمام بمسائل اللي ها علاقة بالدراسة أو بالجامعات أو بالامتحانات أو بالدورات أو بالثقافة أو علاقاتك مع الأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو القضايا القضائية يعني هذا البيت التاسع كل أحداثه اللي إحنا ذكرناها فممكن ينطبق عليك أي شيء من اللي إحنا ذكرناه فهي بتعزز بشكل إيجابي وبتدعمك بشكل إيجابي وبتعطيك فرص على كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أنها تكون لصالحك الآن كان عطارد برضو موجود في البيت التاسع بيعزز هاي النقاط بشكل قوي وبيدعمك بشكل قوي جدا على هاي الأمور الآن عطارد بده يطلع وينتقل للبيت العاشر بيت السمعة اللي رح يفتح لك مجالات اللي ها علاقة بأمور اللي ها علاقة بالعمل اللي ها علاقة بالسمعة بالدفاع عن سمعتك بتعزيز السمعة بالرفعة بالمناصب بالأشياء اللي بتعزز من علاقاتك بتجيب لك فرص لعمل أو عملي جديد فعشان هيك عندك قدرة للمقابلات وحتى للمناقشات ولا استغلال معارفك وعلاقاتك في مساء المعينة الزهرة موجودة في البيت السابع وهو إلو علاقة بالشراكة المالية والشراكة العاطفية ما بين الأزواج وبرضو إلو علاقة بالقضايا القضائية والصحة بما أن الزهرة موجود معناته بدعم من هاي الأمور بشكل إيجابي المهم أنه بده ينتقل الزهرة الآن ويتحول للبيت الثامن ولكن وهو في السابع لغاية يوم ستة تسعة بتكونوا حذرين من أي خلافات ممكن تتطور وتصل لفراق ما بين المتزوجين أو العلاقات العاطفية وخصوصا الضعيفة فتبعدوا عن النقاشات والحوارات قدر الإمكان أما انتقاله للبيت الثامن فهو بعزز أمور إلها علاقة بالأمور المالية الأمور المالية المشتركة زي قروض ديون ضريبة تأمين بنوك بنوك تعاملك بالمؤسسات النقضية بأمور البورصة بأمور إلها علاقة بالغيبيات بعزز من أشياء تدعمك الحضوض فيها بشكل كبير إلها حتى بقضايا النفقة هذه الأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة كاملة فعشان هيك راح تدعمك بشكل إيجابي إذا استغليتها بشكل إيجابي أما بالنسبة طبعا المريخ اللي في البيت الرابع اللي هو جاب مشاكل وجاب خلافات وجاب نقاشات وجاب أعطال وجاب أعمال منزلية يعني إلها علاقة بالمنزل والعائلة فهاي كلها كانت ضغطة بالفترة الماضية وجابت دا معظم موليد الجدي خلافات أو هموم إلها علاقة بوضع البيت أو وضع العائلة أو بالبيوت أو بالعقارات أو ورشات صيانة أو يعني بكل هاي المسائل الآن بده يتراجع وبما أنه هو وتواجده في العشرية الثالثة معناته أكثر المتضررين هذا الأسبوع هم موليد العشرية الثالثة من هذا التراجع ديروا بالكوا ويحذروا من أي خلافات عائلية أو أمور إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للجديد طبعا الجديد بيتك الشخصي فبما أنه بيتك الشخصي وبرضو فيه ثلاث كواكب بتتراجع فهو بتساهم في أو بتعقد أمور إلها علاقة بالتقلب بالمزاج أو تقلب بالتوتر والقلق والخوف والرهبة والوسواس والأمور اللي إلها علاقة بالإهمال بشخصيتك بنفسيتك عشان هيك ما تكون متردد وما تكون متقلب بالعكس ودرس وضعك بشكل جيد وما تستسلم للأوهام يعني بدك تركز وتستغل للفرص أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت الثالث وهو العلاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات وبواسوس لك في بعض الأمور فعشان هيك بدك تحذر أثناء ترقلاتك أثناء لقاءاتك أثناء حواراتك أثناء دراستك إذا كان عندك امتحان تستعد بشكل جيد بعلاقتك مع الإخوة ومع الجيران برضو بتكون فيها شوية خربطة بتجيب لك مشاكل على هذا المكان فعشان هيك برضو بدك تنتبه من هاي الخلافات قدر الإمكان وما تخلي هاي الأمور تأثر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة لأورانوس في البيت الخامس واللي جاب مشاكل لللي بيحبوا أو للعلاقات العاطفية أو ما بينكو بين الأحبة أو ما بينكو بين الأبناء أو الوالدين شوي لعبت بالأعصاب أو بالوتر الحساس العاطفي عندكم فعشان هيك شوي خلى حتى بعمستوى الهوايات على مستوى أمور لها علاقة بالثقافات خلت فيها بعض الأشياء يا إما إيجابية بالكامل يا إما سلبية بالكامل عشان هيك برضو بدك تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع الأحبة وما تتخذ قرارات ممكن تكون صعبة وممكن تتعند وما تقدر تتراجع عنها خلينا نروع على التوقعات الأسبوعية ونشوف تأثيرات القمر إيش بدها تكون مكملة لهاي التأثيرات تاعت الكواكب خلال هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر موجود بالحمل وحتى صباح يوم الأحد بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لا مناقشة ممكن تظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات خلال الفترة هاي ممكن تتعرض للمحاسبة وربما أنها تكون شوي تحديات تستفزك من صباح يوم الأحد القمر بصير في الثور حتى مساء يوم الثلاثاء بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الخاصة بالتأثير عليك من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة واصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة أمورك واتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن من صباح يوم الجمعة القمر بصير بالسرطان حتى عصر يوم الأحد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة العاطفية والشراكة العمل ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم هذه فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار لأمور أو الخطوات أو تغيير نمط معين وما في مشكلة في هذا الأمر أنك تتراجع عن بعض الأمور أهم إشي إنك ما توجه انتقاد لا أحد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر